مع كل برميل نفط ينتج هنا تزداد كثافة هذه السحب المحملة بالسموم في محافظة البصرة وتزداد معها طرديا معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية إذ تسجل المحافظة سنويا ألفي إصابة بالمرض القاتل بفعل الملوثات النفطية أنا فاقد ابني من وراء الأمراض السرطاني برأتي وناشدنا كل الدولة وكل المسؤولين اللي موجودين بالعراق من المحافظة لما وصلت رأس الدولة يا رئيس الدولة اللي يجي والناشدة ما نشوف حال وبعد شكاوى عديدة ومطالبات بمعالجة الأزمة اكتفت شركة نفط الجنوب بدفع تعويضات تقدر بأقل من أربعمائة دولار لأحد عشر مريضا بالسرطان فقط في منطقة نهران عمر التي تخنق السموم سكانها أنا رافع عدد بالإثمانين حالة طو 11 كل واحد خمسمائة ألف يعني هذه الخمسمائة ألفية مراجعة وحدة مراجعة وحدة من المراجعات للدكتور مرة وحدة هي خمسمائة ألفية صرفها نحن نريد حل وفي الوقت الذي تغيب فيه الحلول عن الأفق وتقف السلطات الحكومية عاجزة يطالب النائب عن البصرة رفيق الصالحي حكومة بغداد بصرف تعويضات للضحايا مهددا بمقاطعة نيابية إذا استمرت بغداد بتجاه الحقوق المحافظة التي تعد العصب الاقتصادية للبلاد نقاطع الحكومة المركزية بكل الاتجاهات من ناحية نواب ومن ناحية كل مفاصل الدولة التي تأخذ الحكومة المركزية من استحقاقات البصرة كمنافذ موارد كحقوق نفطية كواردات نفطية 90% يأخذون الحكومة المركزية وما يأخذون استحقاق البصرة وبين هذا وذاك يبقى سكان المحافظة الموبوء بالهواء السام ضحية الأمراض القاتلة ليفاقم معاناتهم إهمال حكومة تحرق أكثر من 17 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لتستورده مجددا من إيران